اشتركوا في القناة راح تحصل على build quality تعبان بمعنى الكلمة يعني تشوف اجزاء الكرسي رخيصة وبعد استخدام لعدة اشهر راح تسمع هواية اصوات مثل هذا الصوت المزعج فاعذروني بهذا الفيديو اذا سمعتم هذا الصوت هواية لكن مع الكرسي المكتبي عادة build quality يكون جيد باغلب الاحيان ومع كرسي مثل هذا من فئة ال high end الجودة راح تكون جدا ممتازة فبشكل عام اقدر اقول انه هاي النقطة تعتمد على ميزانيتك يعني اذا خذت كرسي من فئة المتوسطة او ال high end راح تحصل على شي حلو بينما اذا خذت كرسي رخيص فللأسف راح تحصل على build quality جدا تعبان النقطة الثانية راح اذكرها هي الشكل عادة كراسي تم تصنيعها وتصميمها بسلوب العاب السباق يعني اتحاكي كراسي السيارات يعني تخليك تجلس بامان اكثر وتعطي شعور بانك يعني تتسوق سيارة رياضية او سيارة رالي بحكم انه شكل والتصميم مثل ما تشوف يحاكي السيارات السباق وبما انك بالبيت فلازم تحصل على راحة تامة تناسب الجلسة الطويلة اللي راح تقضيها امام الشاشة لكن بما انها مصممة بسلوب مقاعد السيارات فراح تحصل على راحة اقل فالمقعد عادتا يكون مصنوع من مواد يعني رخيصة والكيشن هنا مو بذيجة الطبقة الحلوة فتحس بالاجزاء الداخلية بعد فترة من الاستخدام مقارنة بكرسي المكتبي اللي يجي بكيشن يعني يعتبر جدا حلو ومناسب للاستخدام بين 6 الى 10 ساعات عمل ايضا مقعد كرسي الجيمينج يجي من الجوانب هذا التصميم عكس ما هو موجود مع كرسي المكتبي اللي راح يكون بشكل الفلات هذا الشي راح يفيدك يعني لو حبيت تتربع يعني تقضي على الكرسي بهذا الشكل امورك طيبة تقدر تسوي على الحركة بينما مع كرسي الجيمينج الامر يعتبر شوية مزعج وهنا بما انها قاسية فرح تأذيك من نام من الجوانب يعني وما تقدر تتربع بيها شوية مزعجة مزعجة فيب لا هاي الحركة تفع ولا هاي الحركة شوية صعبة بينما كرسي المكتبي فامورك طيبة تقدر تتربع تقدر تقعد بها الشكل على راحتك ماكو اي مشكلة اما بالنسبة المسند الظهر فكرسي الجيمينج دائما ما نلقاه بهذا الشكل التصميم يكون يعني مثل ما تشوف مسند الظهر يكون مسطح تماما افلات ويجي من الجوانب بهذا التصميم اللي يعني يزعجك في حال ردد ترجع ايدك للخلف تصميم يعني حاكي سيارات السباق ايضا عندك مسند الرأس وعندك هالوسادة اللي هي يعني جيدة لحد ما بس بالنسبة لي داحسها بدون اي فائدة وايضا ما ننسى انك راح تحصل على مسند الظهر او وسادة الظهر اللي تقدر تعدلها على راحتك وسادة رخيصة ما لها اي فائدة وبعد تجربتي لها حسيت انها تسبب الالم والادعس انه مع بعض الانواع تكون كلش تخينة وعد ما تقعد يعني تجلس تصير ورقة بكل امانة اشوفها عيب بكراسي لكن لو نروح على كرسي المكتبي فراح تلاحظ انه يجي بتصميم مثل ما تشوفون مسند الظهر يحاكي العامود الفقري فعد ما تقعد على الكرسي راح تلاحظ انه مسند الظهر يعني يحاكي العامود الفقري ويحضنك بحيث يعني يعطي راحة جدا حلوة ودعم كافي للظهر الشي اللي راح يخليك تجلس الفترة طويلة امام المونيتر بدون ما تحس بألم بمنطقة الظهر لكن للامانة بعض انواع الكراسي الجيميك مثل التايتن ايفو تجي بدعم لمنطقة الظهر بشكل جدا جيد يعني افضل من الكراسي التقليدية اللي ما تصل لمستوى الكراسي المكتبية الرخيصة طبعا ايضا عندنا اختلاف كبير بين الكرسي المكتبي وكرسي الجيميك من ناحية مسند الظهر فتقدر ترجع مسند الظهر للخلف بهذا الشكل ويصير عندك افلات يعني حلو في حال كنت تتباوع بيث او يوتيوب او اي شغلة ثانية تسترخي الاخريه شغلة حلوة لكن مع كرسي المكتبي هذا الشي يعتبر شوية مستحيل ما تقدر ترجع يعني بوضعية الافلات لكن بكل تعكيد تقدر ترجع لهذا الحد وايضا الشغلة الثانية انه مسند الرأس ما موجود فيجعل هاي الحركة مو مريحة لاستخدام لكن الحلو مع كراسي المكتبية انك راح تحصل على هاي الميزة انه يحاكي حركتك دائما يكون الكرسي معاك عكس ما هو مع كرسي المكتبي اللي راح يقفل راح يقفل وما يرجع للأماء فيب هاي نقطة حلوة مع كرسي المكتبي وايضا نقطة حلوة مع كرسي في حال يعني ردت تسترخي وترجع المسند الى الخلف مثل ما ذكرت انه مع بعض الكراسي المكتبية تكون بدون مسند الرأس الشيء اللي يعتبر غير مريح في حال كنت تريد ترجع الكرسي لكن مع بعض المواع الثانية تقدر تشتري مسند الرأس بشكل مفصل وهذا راح يكلفك يعني المزيد من الكاش التعديلات الإضافية بالنسبة المسند ذراع الكرسي القيمي عادة ما يجي بمسند عادي مثل ما تشوفون يعطيك إمكانية تعديل من ارتفاع مسند الثراع فقط وطبعا يجيب جودة رخيصة ما توفر الراحة اللي تحتاجها لكن مع الكرسي المكتبي حتى من النوع الاقتصادي راح تحصل على تعديل أكثر ومع كرسي ما فيها العليا راح تحصل على تعديل خرافي مثل ما تشوف العلة أسفل الداخل خارج وأيضا تقدر خلف أمام وعندك حركة بعد والأحلى في حاكن تلعب يعني بلاي ستيشن جويستيك فأمورك طيبة راح تحصل على راحة تامة أيضا من التعديلات اللي تقدر تسويها مع الكرسي المكتبي أنك تعدل من مساحة المقعد طبعا تقدر ترجع إلى الخلف وهذا الكرسي الوحيد اللي تقدر تسوي بها هذه الحركة يعني أنت وجالس بقية الكراسي يعني راح تحتاج أنك تقوم وتعدل من وضعية المقعد فشغلة حلوة في حال كنت قصير ترجع الكرسي الخلف حتى تلمس الأرضية وفي حال كنت طويل قامة فتقدر تقدمها للأخير حتى تحصل على جلسة حلوة ومريحة بالنسبة للسعر عادة كرسي الجيميج يكون سعره أرخص من كرسي المكتبي وهذا ينطبق حتى لو اشتريت كرسي من فئة الهاي اند راح يكون سعره أنسب من كرسي المكتبي فيعني حتى تجيب كرسي مكتبي مقبول يعني مواصفات حلوة السعر راح يبدأ من 300 دولار بينما الكرسي الجيميج المقبول فسعره يبدأ تقريبا من 120 دولار فالزبدة لو كان استخدامك فقط للجيميج فأنصحك بالكرسي الجيميج وطبعا يعني لازم تأخذ فد واحد من ماركة معروفة لكن لو كنت تلعب وتعمل بنفس الوقت فهنا عندك خيارين أما تجيب كرسي جيميج من فئة الهاي اند كرسي محترم أو تجيب كرسي مكتبي من فئة الهاي مند رينج أو الهاي اند حتى تحصل على الراحة الجيدة والدعم الكافي لمنطقة الظهر طبعا تفيدك مع الجلسات الطويلة أمام المونيتر ومثل ما وعدتكم إن شاء الله راح نزل فيديو عن أفضل كراسي الجيميج وكراسي المكتبية فلا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلك الاشعار إذا عندك أي سؤال فاكتبه بالتعليقات وإذا تحب تعال واحضر البثوث حتى ندردش أكثر كان معكم علاوي تحياتي لكم ومع السلامة